جددت القوات المسلحة السودانية تأكيدها على قبول الدخول في مباحثات جدة بهدف بحث سبل تيسير النواحي الإنسانية لتخفيف معاناة المواطنين جراء العمليات الجارية وفي سبيل التوصل إلى ترتيبات عسكرية واضحة تعيد السودان إلى مسار التحول الديمقراطية هذا وقد أوضحت القوات المسلحة السودانية أنها وفقت على أكثر من هدنة ومقترح بوقف إطلاق النار على الرغم من عدم التزام قوات الدعم السريع بمتطلباتها وتماديها في ارتكاب خروقات متكررة ما دفع الجيش لاتخاذ قرار بتعليق التفاوض هذا وقد أشارت إلى أن الوفد السوداني بجدة قدم مقترحا تم التشاور عير الرسمي حوله مع الوسطاء لتنفيذ الاتفاق بشكل يؤسس لاستمرار التفاوض إلا أن الوساطة أصدرت بيانا بتعليق المحادثات دون الرد على المقترحات التي تجاهلتها تماما ولم تشر إليها في بيانتها مشيرة إلى أن هذا لن يساعد على التوصل لحلول عادلة تلبي رغبات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار ودعت الوساطة إلى مواصلة جهودها في إقناع الطرف الآخر بتنفيذ بنود الهدنة وقف إطلاق النار بصورته المؤقتة